السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم متابعين في كل مكان. النهاردة هنعمل مراجعة سريعة استعدادة لامتحان شهر مارس. مراجعة سهلة وبسيطة لكن قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. اول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش الاشتراك في القناة. نبدأ مع بعض. المراجعة دي هتكون من المراجعة النهائية الخاصة بالمعاصر. المراجعة دي هم بينزلوها على الفيسبوك. اللي عاوز المراجعة دي هتلاقوها موجودة على صفحتهم على الفيسبوك. وكمان هتلاقوها على قناتي على التليجرام. تمام? يلا كده مع بعض نبدأ بسؤال نمبر وان. طبعا عندنا المراجعة دي عبارة عن مجموعة من الاختبارات. ده عندنا تست نمبر وان. هما يعني خمس اختبارات. نبدأ بسؤال نمبر وان. بيقول ذا ويند موفمنت. حركة الرياح حركة الرياح ليها ايه? بيقول هنا طاقو. اللي بتحرك يعني الشفارات بتاعة الرياح اللي هي التروبينات بتاعة الرياح دي. طبعا ليها. هي بتحركها. بتعمل موف. فبالتالي هقول كينتك انرجي. بيقول سبب تضفق مية النهر المنحضر. بيقول قوة ايه? هقول يعني القوة الجاسبية. سؤال نمبر ثري. بيقول تكون الوديان بياخد ايه? بياخد طبعا من يورز العديد من السنوات. كل من التالي من الاسباب الكيميائية للتجوية. معادة ايه? هنا بيقول المطر الحمدي. لا طبعا ده من اسباب الكيميكال طيب بيقول اللي هي الصحب. اه طبعا عندنا الصحب. مش من اسباب اللي هي كيميكال تمام? فاختر هنا كلاود. اما عندنا من اسباب الكيميكال اللي هي المطر الحمدي والاكسجين والاكسجين والمية. اما طبعا دي خطأ. طيب تعالوا كده مع بعض السؤال اللي بعده نمبر فاي. بيقول ساند اس فورمي ديوتو بريكينج داون اف. الرمال تكونت بسبب بيقول بريكينج داون اف ايه? بسبب يعني تكسير او تفتيت ايه? هقول تفتيت ركس. تفتيت الصخور. ايه حصل ايه? او تكون ساند اللي هي الرملة. كده خلصت مع بعض تست نمبر ون. تعالوا كده مع بعض نشوف تست نمبر تو. واللي جاوب على تست نمبر ون كله يكتبلي تحت فيه التعليقات. وحتى لو اخطأنا في سؤال او اتنين برضو يكتبلي كده في التعليقات اخد كام في الامتحان دا. طيب السؤال اللي بعد. وهنفتعد هو الامتحان عليه خمستاشر. لكن احنا هتقول ان هو كل السؤال عليه درجة. عليه فايف. تمام? ودولي كده اخدته في الاختبار الاول كان من فايف. طيب السؤال نمبر وان. بدون شمس. لو ما عندنا الشمس. كل من العناصر الاتية بيقوب تأثر بطريقة سلبية. معادة ايه? ها? كل العناصر هتتأثر. معادة في عنصر ومش هتأثر. عندنا هنا بلانس النباتات هتأثر طبعا. لانها مش هتكون بفوتو سنتيسد بروسيسز. مش هتكون بعملات البناء الضوي. عند ذا اليوم طبعا يبقى انسان محتاج جدا للشمس. والانمالز. يبقى مين مش هتأثر? عندنا راكس اللي هي الصخور. مية النار بتتبخر. مية النار بتتبخر بمساعدة الحرارة النزجة. الحرارة النزجة من ايه? ها? تصن الشمس. مية النار بتتبخر بسبب ايه? بتسبب عندنا الشمس. تصن. بيقول هنا. نمبر سري. لايكينز اللي هي عبارة عن كائنات حية. دقيقة بتشبه النباتات. بيقول على الصخور. بتنتج ايه على الصخور? بتزوب المعادل المنقودة على الصخور دي. يبقى هي بتنتج ايه? بتنتج ايه? تمام? تعالوا السؤال اللي بعده. بيقول اي من التالي? بيقول اي من التاليبات دي بيقول صحيحة. عن عن اعادة تشكيل سطح الارض. طيب اول حاجة بيحصل عندنا تمام? بيحصل ايه? الاول. وبعدين بيحصل ايروجين. وبعدين بيحصل دي بوزيشن. تمام? التجوية والتعرية والترسيب. اخر سؤال في الاختبار. يعني فيه توربينات الميا. ذا. نقط طاقة الميا ايه? بيقول بتتحول لطاقة كهربائية. ها? في التوربينات بتاعت الميا. بيقول ايه? الطاقة بتتحرك طاقة الميا بتتحول لطاقة كهربائية. هقول له الحركة للميا بتتحول لطاقة كهربائية. تمام? يلا كمان اكتبوا الاختبار ده اخدته كام من فايف. تعال كنتم مع بعض في التست نمبر سري. زا الطاقة الشمسية تتحول لايه? الطاقة الشمسية تتحول لايه? بيقول يعني طاقة في اللي هي اللي هي الصوبات الزجاجية. يبقى الطاقة الشمسية بتتحول لطاقة حرارية في الصوبات الزجاجية. تعالوا كده السؤال اللي بعده. بيقول الصوبات الزجاجية دي بتسمح للمزرعين ان هما يزرعوا المحاصير فقط بتنمو بتنمو ايه? هقول بتنمو ايه? يعني المحاصير اللي بتحتاج يعني مناخ يكون دافئ. بيقول كل من مودرن تورباينز التوربينات الحديثة للرياح. ومودرن ورد تورباينز وتوربينات المية الحديثة. هما الاتنين بيكونوا متشابهين. متشابهين في ايه? تعالوا نشوف مع بعض. بيقول الشكل. عدد الشفارات. القدرة على توليد طاقة الوضع. القدرة على توليد الطاقة الكهربائية. اه طبعا هقوله بتشابه هما الاتنين في القدرة على توليد الطاقة الكهربائية. فانا هختار دي. تعالوا كده نشوف السؤال اللي بعده. السؤال نمبر فور. كل من التالي مصادر طاقة متجددة. مع ده ايه? هنا عندنا يعني شلالات مية يعني مية. وعندنا صن وعندنا دول كلهم بقول عليهم لكن هنا بيقول لك هنا بيقول لك يبقى هختار حكة طبعا خطأ هختار الكول. الفحم. بيقول سقوط الرواسب في مكان جديد. اسمه ايه? المكان اللي هتقع فيه او هتنزل فيه اللي هي الرواسب. فبالتالي المكان ده اسمه اسمه ايه? دي بوزيشن. قلنا اخر حاجة اخر حاجة بتكون هي اللي هو الترسيب. تعالوا تست نمبر فور. كمان اكتبوا لي في التعليقات اخدتوا كان في تست نمبر سري. تعالوا تشوف تست نمبر فور. كل من شلالات بيقول لشلالات المية. وايه? مصادر طاقة متجددة. هنا عندنا كول وايل وفاصل فيول. دول كلهم عارفينهم. دول مصادر غير متجددة للانيرجي للطاقة. وهنا بيقول يعني متجددة فبالتالي هختار الرياح. السؤال اللي بعده. التغير في الطاقة بيقول النقاط. تغير الطاقة بيقول في ايه? بيكون عكس تغير الطاقة في التربينال بتاعة الرياح. هقول المروحة الكهربائية للي بتم فيها تحول للانيرجي الطاقة من الطاقة الكهربائية طاقة حركية. اما عندنا بيكون العكس بتم فيها تحويل منطقة حركية للكتريسيتي لكهربائية. تمام? اختار هنا اللي هي المروحة الكهربائية. يقول هنا يعني استخدام بيقول هنا معناها متجمعة ومتقربة. بيقول استخدام ايه متجمعة? هقول ميرر. هقول هنا ميرر شيت ان كوكينج فود. استخدام الميرر اللي بتكون متجمعة دي يعني بتجمع الضوء في طهي الطعام واحدة من فوائد استخدام الطاقة الشمسية. تمام. الصخور يعني بتفتت لاجزاء صغيرة. عن طريق ان هي تتعرض لكل من التالي. معادة ايه? بيقول اللي هو سقوط المية. سقوط المطرة عليها. بيحصل لها برضو بيقول ان هي بروكن داون اه والويند دي كمان بتتأثر بيها. معادة ايه? معادة مون. طبعا القمر طبعا ما لهاش اي تأثير على التفتيس الصخور. تعالوا نشوف السؤال اللي بعده. لما المية بتتجمد. يعني بيحصل لها بتتمدد. ده معناه ايه? المية لما بتتجمد. بيحصل لها ان هي بتتمدد. تمام? يبقى ده معناه ايه? معناه ان معناها ان بتاحها حصل له ايه? يعني زاد. تمام? يبقى انا هختار كده ايه? تعالوا كده مع بعض نشوف اللي بعده. عندنا تست نمبر فايف وده اخر تست. يلا كده اكتبوا لي في التعليقات. جاوبتوا كام سؤال في تست نمبر فور. اخر حاجة تست نمبر فايف بيقول انزا وده سايكل وده في دورة المية. تمام? المية وبعدين بيقول ذان ات قبل ما تسقط على شكل مطرة. فبيقول المية بيحصل لها بتتبخر وبعدين بيحصل لها يعني تتكست في المية قبل ما تسقط على شكل مطرة. فبالتالي هختار هنا ايفابرات. استخدام المية في توليد الكهرباء بيعتمد على مكان استخدام المية. في توليد الكهرباء ده بيعتمد على بيعتمد على السدود اللي تتبني على الانهار. هنا بيقول الكهوف دي بيقول ان هي تكونت بسبب تكوين ايه? ها? اللي هي الحجر الجيري. هقولنا هي بتكونت نرفق ده شوية الفوق. تكون بسبب ايه? يعني الاملاح المعدنية المذابة. هنا الرياح الخفيفة. او اللطيفة. يعني كان بتحمل نقطة بتحمل ايه? بيقول لي مسافة بتكون قصيرة. هتحمل معاها ساند جرينز ياهة الرمل. تمام? السؤال الاخر سؤال عندما النهر بيحمل طبقات وبيقابل معا سي البحر. ايه اللي بيتكون عندنا دلتا? هقول اتراينجل شير دلتا. يعني دلتا اللي هي على شكل مثلس. تمام? كده نكون خلصنا مع بعض المراجعة بتاعتنا. انه اكون جيد تقفيتكم. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو.